السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية إظهار زر متابعة بدل زر إضافة صديق في الفيسبوك فلا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية شباب لو تلاحظون عندنا الآن اللي هو إضافة صديق فنحن رح نستبدل إضافة صديق بالزر المتابعة فيلا خلونا نروح على الطريقة الطريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوينا تدخلون على الفيسبوك بعد كده تروحون على الثلاث شرطات اللي فوق علي سار فمن هنا تروحون على الإعدادات والخصوصية وبعد كده تروحون على الإعدادات فهنا تنزلون شوي تحت رح تحصلون الجمهور وإمكانية الرؤية فمن هنا تختارون ثالث خيار اللي هو طريقة تعثور الأشخاص عليك والتواصل معك وبعدين يا شباب عندكم أول خيار اللي هو من الذي يمكنه رسال طلبات صداقة إليك من هنا تضغطون على هذه الأيقونة وبعد كده تضغطون أصدقاء الأصدقاء فبعد كده ترجعون على الخلف فبعد كده من هنا تروحون على المتابعون والمحتوى العام ومن هنا يا شباب أول خيار تحطون على العامة وهذه الخيارات برضو يفضل أنكم تحطون على العامة بهذه الطريقة فكده الآن يا شباب بكل سهولة بيكون ظهر معنا زر المتابعة فخلونا رح نتأكد راجعنا لكم يا شباب من الحساب الثاني فلو تلاحظون الآن ظهر معنا زر المتابعة بدل إضافة صريق فهذا كان شرح اليوم أتمنى استفدتم منه لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك شوفكم مقاطع ثانية مع السلام